صدمة الجمهور كانت كبيرة من مظهر روجينة في مسلسل ستهم حيث ظهرت روجينة حليقة الرأس الشيء اللي أصار الجدل بين المتابعين وفي تصريحات إعلامية أوضحت الفنانة روجينة أنها تخلت عن مظاهر الزينة التي تعشقها جميع السيدات وذلك من أجل الشخصية التي تجسدها وقالت روجينة أنا وفأتي أني قلبي الصوب الرجال وأرتدي العمة ود كلها تفاصيل الشخصية وعن حلاقة شعرها ردت قائلة أنا مش عاوزة تكر المرحلة دي من حياتي خالص دي مرحلة صعبة واخدت فترة كبيرة علشان أقتنع إني أعمل كده لكن أنا دايماً بقول إني تحت أمر الشخصية اللي بعملها وأكدت روجينة من خلال التصريحات الصحفية أنها كانت تبتعد عن المراية أو مشاهدة الدور التي قامت بتكسيده وذلك لعدم تقبلها مظهرها الخارجي بعد تنكرها في صوب الرجال وظهرها حليقة الرأس فهل روجينة حلقت شعرها أم خدعة؟ ترجمة نانسي قنقر